بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب قول اللهم اغفر لي إن شئت تحريم الاستثناء في الدعاء هذا الباب يبين كمال سلطان الله عز وجل وجوده وفضله والمحظور في هذا التعليق أنه يشعر بأن الله له مكره والأمر ليس كذلك وأنه يشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه وليس كذلك وأنه يشعر باستغناء الإنسان عن الله وهذا غير لائق وليس من الأدب الدليل الأول في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه التعليق في دعاء الاستخارة ليس تعليقا بالمشيئة وإنما لأمر مجهول عندي فلا أعلم هل هو خير لي أو لا وكذلك بالنسبة لحديث أحيني ما كانت الحياة خيرا لي المسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء الثانية بيان العلة في ذلك الثالثة قوله ليعزم المسألة إذا سألت فاعزم ولا تتردد الرابعة إعظام الرغبة أي يسأل ما بدى له فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله الخامسة التعليل لهذا الأمر أولا لبيان سمو الشريعة ثانيا زيادة طمأنينة الإنسان ثالثا القياس إذا كانت المسألة في الأحكام التقسيم والتقعيد للقول المفيد